النشرة الرئيسية عبر قناة الاقتصادية الأولى والبداية بالعنوين وزير التجارة يترأس اجتماعا بحضور عدد من الفاعلين والصناعيين لتعزيز صادرات الجزائر من التجهيزات الكهرومنزلية الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المسبقة تستنفر عددا من الأحزاب التوترات في منطقة الشرق الأوسط تدفع بأسعار النفط للارتفاع متجاوزة عدبت 90 دولارا اهلا بكم من جديد اذا ترأس وزير وتجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني اجتماعا خصصا او خصصا لدراسة سبل تعزيز تصدير المنتجات الكهرومنزلية الجزائرية مع ضمان خدمات ما بعد البيعة وحسب ما افاد به بيان للوزارة واوضح البيان ان اللقاء الذي جاء تطبيقا لتعليمات الوزير الاول خصصا لدراسة سبل تعزيز تصدير المنتجات الكهرومنزلية الجزائرية خاصة في المراكز التجارية الكبرى مع ضمان خدمات ما بعد البيع في ذات السياق تم تصدير شحنة من الألياف لاصطناعية المنتجة محليا بنسبة 100% نحو تركيا انطلاقا من مصنع لأحد الخواص بالولاية المتدبة الجديدة بريكا بيباتنا بإجمالي 88 طن وتضمنت هذه الشحنة أربعة حاويات تضم مادة نهائية بالنسبة للمؤسسة المنتجة ونصف مصنعة بالنسبة للجهة المستوردة وأوضح مسؤول بالمصنع أن المادة الأولية التي تستخدمها الشركة والخاصة الفتحة في إنتاج الألياف الاصطناعية هي مواد جزائرية 100% كشف وزير والأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر خروخ عن تفكير في استعمال مادة الإسمنت والخرسانة الإسمنتية في عملية إنجاز الطرق الجديدة وإعادة تهيئة الطرقات بعد ارتفاع عدد السيارات والشحنات في الحضيرة الوطنية تقنية جديدة في إنجاز الطرق باستعمال الخرسانة الإسمنتية اتجاه اتخذه قطاع الأشغال العمومية والمشآت القاعدية لزيادة حظيرة المركبات الوطنية وكذا لاستغلال الأمثل لمادة الإسمنت الخيار التقني لاستعمال مادة الإسمنت والخرسانة الإسمنتية في إنجاز الطرق وكذا المدارج المطارية كطريقة مكملة للتقنية الكلاسيكية المعتمدة على خرسانة الإسفلتية هذه التقنية تستخدم حصريا في إنجاز المشاريع الجديدة وعند إعادة بناء كليا لمقاطع من الطريقة حيث ستقوم الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية بإنجاز دراسة معمقة لفائدة الاقتصادية انطلاقا بمقطع تجريبي وإعداد مذكرة تقنية لبناء طرق خرسانية في الجزائر فالاحتياجات المتزايدة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد فرضت أكثر من أي وقت الخيار التقنية لاستعمال مادة الإسمنت والخرسان الإسمنتية في إنجاز الطرقات أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين ميرابي على ضرورة تفعيل التؤامة البداغوجية للاستفادة من التجهيزات المتاحة في المؤسسات التكوينية الأخرى وخلال زيارته إلى ولاية بدنة عين الوزير ورشة ميكانيكا سيارات بأحد مراكز التكوين المهنية حيث شدد على أهمية التعاون مع المحهد المتخصص بالثانية بوهرانة خاصة مع وجود اتفاقية شراكة بين هذا الأخير ومصنع فيات للسيارات من أجل تعزيز التدريب والتكوين في مجال صناعة السيارات كشف بنك الفلاحة والتنمية الريفية بادر بنك عن منح قروض بصيغة المرابحة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لاقتناء سيارات الجديدة المصنعة أو المركبة في الجزائر وأوضح البنك في منشور له أن طريقة التسديد بالتقصيد المعتمدة في هذا النوع من القروض لاقتناء سيارات تحترم الطرق التي أوصت بها الهيئة الشرعية الوطنية للصناعة المالية قالت الأمينة والعمة لحزب العمال أن خيار حزبها المشاركة في الاستحقاق الرئاسي القادم سيكون مبنيا على عناصر عدة تساؤلات منها الظروف والإضافات التي قد يأتي بها موعد سبتمبر للوضع العام في الجزائر ودعت حنون خلال كلمة لها في افتتاح الدورة العادية الخامسة لمركزية الحزب إلى اتخاذ تدابير تهديئة والانفتاح السياسي وإعلامي قبل هذا الموعد ولكننا سنناقش برواق بهدوء لأن السياق العالمي والإقليمي يفرض علينا أن نتجنب النقاشات الزائفة التي تزيد من تأجيج المناخ السياسي وتحجب الرؤية والفهم فعلينا أن نركز على القضايا الأساسية وبالفعل فإن السياق العالمي والإقليمي والوطني يعطي هذه الانتخابات طابعا خاصا يجب أن نأخذه بعين الاعتبار في النقاش من أجل إيجاد أو إفراز الإجابات للأسئلة التي نطرحها دائما في مثل هذه الظروف يعني عندما نكون أمام موعد انتخابي وهي هل ستخدم مشاركة الحزب في الانتخابات المقبلة مصالح الأمة ومصالح الحزب هل ستحقق مشاركتنا تقدما في تلبية تطلعات الفئات الواسعة في المجتمع هل ستسرع من عملية استعادة الحريات الديمقراطية بصفة كلية هل ستساعد على استكمال عملية الانفتاح السياسي والإعلامي التي لا تزال جزئية وغير مستقرة حتى الآن وتجعلها عملية لا رجعة فيها يعني غير عكوسية وفي خبر آخر أعلن رئيس حركة البناء الوطني عبدالقادر بن جرينا عن دخول حركة البناء الوطني سباق رئاسية 2024 بترشيح رئيس الحزب كشفا عن الشروع في تحضيرات للانتخابات الرئاسية المقرر يجراؤها شهر سبتمبر القادم مصطفى بن نمزل والتفاصيل هيئة مكلفة بالانتخابات مكونة من عناصر الشابة نصبت حركة البناء الوطني وانطلقت في تحضيراتها لخطة الحملة الانتخابية في مرحلة الثورة الرقمية التي يعول على الشباب لقيادتها حسب ما كشف عنه رئيس الحركة عبدالقادر بن جرينا حركة البناء الوطني قد أخذت على نفسها عهدا أبديا بالتمسك بالمصاري الدستوري والعمل على استدامة استقرار مؤسسات مؤسسات الجمهورية مجموعة من الاستشارات وجهتها الحركة بعضها إلى مناضلها والبعض الآخر إلى النخب الوطنية واستشارات إلكترونية لصبر الرأي العام الوطني تتم من خلالها المساهمة في التعبئة الوطنية لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي من جرينا مترشح لخدمة هذا الوطني من جرينا مترشح من أجل إنجاح الاستحقاق هو وكل إخوان من جرينا مترشح رشحنا حركة بناء الوطنية رشحة رئيسه ورشحة عباط ورشحة مناظرينها ورشحة قيادها من أجل إنجاح الاستخداء الرجل حركة البناء الوطني ستترشح برئيس الحركة ليس لتنفس على منصب رئيس الجمهورية بل من أجل أن تنجح الاستحقاقات الرئاسية وسيتم الإعلان الرسمي عن مترشحها نهاية شهر ماي المقبل أعلن رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بل قاسم سحلي عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها في السابع من شهر سبتمبر القادم وذلك في شكل تكتل جزئي يحمل اسم أحزاب الاستقرار والإصلاح المزيد في تقرير الزميلة ولا بربالة إعادة الاعتبار للفعل السياسي الانفتاح والحوار من أجل الاستقرار والإصلاح هو شعار تكتل أحزاب الاستقرار والإصلاح الذي يجمع بين سبعة أحزاب سياسية اختارت بالقاسم سحلي رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري مرشحا للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في السابع سبتمبر المقبل تكتل استقرار والإصلاح مشكل حاليا من سبعة أحزاب سياسية ومفتوح لانضمام مزيد من الأحزاب الأخرى وحتى ترشحنا قلناها في الخطاب بأنه ليس ترشح مقدس متفتحين للنقاش مع باقي التيارات التي تقاسم الأفكار بطبيعة الحال متفتحين للنقاش مع باقي المرشحين والمرشحات إذا وجدنا مرشح أفضل مننا في الخبرة وفي الالتزام ويلتزم بالبرنامج برؤية التي عبرنا عليها اليوم نحن نمشي وراء ما لدينا حتى إشكالية التكتل السياسي يبقى مفتوحا لانضمام أحزاب أخرى إذا كانت راغبة في ذلك في إطار تحقيق عمل سياسي هادئ وجد وبناء كما دعا مرشح تكتل الأحزاب السبعة بالقاسم سحلي في هذا الإطار إلى رقمنة العملية الانتخابية من أجل ضمان الشفافية والنزاهة وتفاديا لأي ضغوطات سعدت أسعار عقود النفط الأجلة في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة إلى أكثر من ثلاث دولارات للبرميل الواحد متجاوزة 90.5 دولارا مدفوعة بتوترات التي تعرفها منطقة والشرق الأوسط بعد تعرض إيران لهجمات صهيونية المزيد في تقرير الزميلة نورليق العرش أسعار النفط عادت للارتفاع من جديد بنسبة أربعة بالمئة بعدما سجلت أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع وذلك عقب صدور بيانات اقتصادية متباينة في البلايات المتحدة حيث تشهد السوق قفزة بلغت أكثر من ثلاثة دولارات للبرميل وسط أنباء عن هجمات شنها الكيان الصهيوني على أهداف داخل التراب الإيراني وقيام طهران بتدمير أنظمة الدفاع الجوي لثلاث طائرات مسيرة صغيرة في سماء محافظة أسفهان مما أدى إلى تعليق الحركة الجوية في أسفهان وشيراز وطهران وباعتبار إيران المنتج الرئيس للنفط الخام بمتوسط يومي يتجاوز ثلاثة ملايين برميل وعلى حدودها الجنوبية يقع مضيق هرمز الذي يمر من خلاله قربة ثمانية عشر مليون برميل يوميا للأسواق العالمية فقد بلغ تسعار العقود الأجل لخام القياس العالمي مزي جابرانت ارتفاعا بأكثر من 2.63 دولار إلى 89.74 دولار للبرميل يأتي ذلك وارتفاع أسعار العقود الأجل لخام غرب تكساس الوسيطة الأمريكية الذي وصل إلى 84.66 دولار للبرميل مما أثار مخاوف من احتمال اضطرابات امدادات النفط في الشرق الأوسط أكدت وزيرة والثقافة والفنون الدكتورة سوريا مولوجي خلال إشرافها على افتتاح شهر تراث ببجايا عن تأسيس أول مهرجاند وطني للغنية الأمازيغية بالولاية التفاصيل مع إسلام زقان شهر التراث الثقافي المقام كل سنة في العاصمة يفتتح هذه المرة استثناء في ولاية ببجايا تحت شعار التراث الثقافي وإدارة المخاطر في ظل الأزمات والكوارث الطبيعية حسب ما أكدته سوريا مولوجي في كلمة لها خلال افتتاح فعالية التظاهرة لقد دأبت وزارة الثقافة والفنون على افتتاح شهر التراث في العاصمة لكن واستثناء هذه السنة تم اختيار مدينة ببجايا كما قررت الوزيرة تأسيس أول مهرجان وطني بولاية بجايا من خلال ترقية مهرجان الأغنية الأمازيغية إلى مهرجان وطني قصد توزيع دائرة المشاركة فيه للفرق عبر كامل ربع الوطن قررنا ترقية المهرجان المحلي للموسيقى والأغنية القبائلية إلى مهرجان وطني لنوسع بذلك رقعة مشاركة الفنانين شهر التراث فرصة لتسليط الضوء على التحديات الراهنة المتعلقة بحماية التراث الثقافي وتثمينه حيث سيتم تنظيم العديد من النشاطات الثقافية والفكرية والأكاديمية عبر كل مديريات الثقافة والمؤسسات الثقافية ختم النشرة مشاهدين للتذكير بالعنوين وزير التجارة يترأس اجتماعا بحضور عدد من الفاعلين والصناعيين لتعزيز صادرات الجزائر من التجهيزات الكهرومنزلية الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المسبقة تستنفر عددا من الأحزاب التوترات في منطقة الشرق الأوسط تدفع بأسعار النفط للارتفاع متجاوزة عتبة 90 دولارا شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة